اعترفت أن هي عندها تخابر مع الجهات الأجنبية وهي يعني آنذاك الجهات الأجنبية كانت بالنسبة لرئيس قائمتها ريان الكلداني ولقوى الإطار التنسيقي هم الشيطان الأكبر عكس هسه هم دهن ودبس معهم دهن ودبس ويا منه؟ فانتكبت أكثر من خطأ دهن ودبس ويا منه؟ مع الأمريكان ومع الخالة السفيرة ومعه منه؟ منه؟ هو الإطار قوى الإطار وحكومة السودان ريان الكلداني دبس ودهن ودبس ويا الأمريكان؟ طبعا المجاهد ريان الكلداني المقاوم قاوم المحتل دهن ودبس عماد باجران شمي الموضوع؟ يا عمي أستاذ قحطان يعني شوف هذه إرادة ربك لأنه على مدار سنتين ثلاثة أو أكثر والله من 2017 كانوا يثرمون بصل في رأس الشعب العراقي المسكين وشعاراتهم هذه الفرغة زين سؤال سؤال بالله عليك هي مو نفسها الوزيرة اللي كانت الطالب بخروج الحشد من سهل نينوة؟ أها رحم الله والدك هي نفسها قبل لا تاخذ الوزارة كانت تعمل مستشارة في محافظة نينوة وقادت متظاهرة أمام المقر الأمم المتحدة في أربيل وطالبت بإخراج قوات الحجد الشعبي اللي هو لواء ثلاثين ولواء خمسين لواء ثلاثين لحنين القدو لواء خمسين لريان الكلداني من سهل نينوة ووضحت أن سهل نينوة بها قوميات وعرقيات وأقليات بعدها أقل من سنة أقل من سنة ستة شهر تشكرت حكومة السيد عبد المهدي سيد ريان الكلداني أخذ وزارة فرشحها التحقت قامت تشكر الحجد الشعبي يعني للأسف مواقفها مو ثابتة ماكوا مبدأ ماكوا يعني رؤية ثابتة حسب المصالح شكرا